يا داب الطريق ابتدى الطريق أكيد وعر جدا في ظل الخلايا النايمة أنا بسميهم المؤتمر الوطني هو حتى حمدتي تحدث عن خلايا نايمة بالتأكيد خلايا نايمة ما لم تحقق العدالة على أرض الواقع يعتبر خلايا نايمة إذا كان المؤتمر الوطني حكم 30 سنة فأكيد في كل المؤسسات الدولة هتلقى في ناس من المؤتمر الوطني فدي بتحتاج لوقت طبعا عشان نقدر نعمل لهم فلتر أو نضافة من المؤسسات فبتحتاج وقت والطريق شاق وإنما يمكن ما يقلل صعوبة الطريق وقوف الشعب السوداني نحن أكيد بننظر لحمدتي أنه سوريا حمدوك هو فعلا ريول المرحلة وإنما بمساندة الشعب السوداني لازم نكون واعيين لازم نحرز سورتنا بنطالب بتحقيق العدالة في الأول والآخير تحقيق السلام ولكن هذا يحتاج إلى مهلة لابد من إعطاء عبدالله حمدوك هذا ما سمعته في شوارة الخرطوم مهلة على الأقل حتى يتنفس هو شك لحكومته الآن يحتاج إلى مهلة ولكن نحن عايزين تحقيق العدالة أولا لازم كل من ارتكب جرائم كل من سرغ كل من أفسد مكانهما السجن وتكون هناك في محاكمات عادلة محاكمات على شاشة التلفزيون محاكمات لكل الشعب السوداني يكون على دراية بما يحصل الشفافية نطالب الشفافية في كل المرحلة القادمة نحن ممكن نعطي فرصة وإنما الفرصة تظل في تحقيق أيضا السلام اتجاه السلام إذا كان سواء كان في الشرق سواء كان في القرن سواء كان في النيل الأزرق دي كلها حاجات نحن بننظر إنه هو نعطيه مهلة في ظل إنه نزلينا الشعار السورة على أرض الواقع حرية سلام وعدالة دي لازم تتحقق فبعد ذلك ننظر إلى المطالب الأخرى من الاختصاد ومن البنية التحقيقية تركيبة الحكومية مناسبة؟ التركيبة الحكومية في ظل فعلا هناك تكنقرات فقط تختار الشخصيات المناسبة؟ هو نعم حكومة بتاعة كفاءات بالنسبة لينا بما إنه في تحفوظات بسيطة لماذا هذا الابتسام؟ أكيد طبعا في تحفوظات تحفوظات على بعض الشخصيات؟ على بعض الشخصيات وتشكيلة أيضا النسوية ما كانت كافئة فنتطلع إنه في البرلمان وكذا يكون النساء أكثر حظوا من ال... البرلمان بالاختيار وذكر المشاهد لأن البرلمان لن يكون بالانتخاب نعم يعني من بين مئتين من القوى الحرية والتغيير ومئة من بقية الأحزاب نعم في بقية الولايات ممكن يكون التمثيل النسوي أكثر يعني مثلا يكون الوالي بتاع ولاية الجزيرة تكون من النساء الوالي بتاع ولاية الخرطوم سمعنا ويقال إنه من النساء ولكن برضو يجب أن تختار النساء على حسب الكفاءات وما كما نتطلع له نحن في ظل حكومة متجهة عليها كل أنظار العالم نأمل أنه نعبر بالمرحلة إلى بر السلام بر الأمان بر السلام والأمان يعني عزين سلام وأمان لوطننا يعني أحسن شيء أن عبد الواحد يبتسم اليوم عادةً هو ليه يبتسم بس الليلة يعني متفاعل شوي أوكي الليلة أنا دائما أبتسم لأنه الابتسامة بداية اتسامة ساخرة في الواقع لأنه أنا شايف فيه إيخاني كلمة حق وريد بها باطل تقنقراط يا أخي السودان أزمة أزمة سياسية منذ الاستقلال ما عندنا الدولة بتها مؤسسات ليه في موت ليه في انتفاضة ليه في إبادة ليه في الفشل ده كل من ستة وخمسين سمونا السلة الغزاء العالمي الإمبراطور الأسيوبي هيلو السباب قال المارد الإفريقي دولة كل هذه الموارد والليلة أصبحنا القزمة الإفريقي إذن أزمة السودان أزمة سياسية محتاج للرئيس وزراء السياسي عنده الكفاءة السياسية لأنه منصب الوزير ده منصب سياسي لأنه إذا در تتكلم عن الاقتصاد لابد أن تكون لك سياسة اقتصادية لقد تتكلم عن الزراحة هو اقتصادي عبدالله عندك ايو والد تقدر تتكلم الوزير ده منصب سياسي أها يعني ممكن تجيب عسكري ممكن يكون وزير وممكن تجيب ذول في الشارع ممكن يكون ذول لكني يكون سياسة بدعة الوزارة سياسة في التعليم شنو حتى بعدين نجيب الفنيين أنا سياسة في التعليم ده أن أعلم الشعب السوداني والطلب السودانيين والنحشي السودانيين عن الوطن يعني احنا الدولة بتاع التنوع دير ادي مواد ينشي الينا التنوع والتنوع دير يكون مصدر بتاع قواتنا عشان ننشي دولة وطنية نحن نلتقي جميعا باحتلافاتنا الدينية والارقية والثقافية والجمرافية الى الدولة بتاع مواطنة بعد كده نجي بالفنيين عشان يخدوا لنا ده بعد كده مكان التقنقر التقنقرات لكن كذبولين ده تقنقرات احنا ما مكسورين احسن دولة لكن ما في السياسة الوطنية اللي يعبر بين من ازماتنا منذ الاستقلال الى اليوم لعندنا سياسة في التعليم لا في التنمية لا في الصحة تناور الصبر مفتاح الفرج لما نصبر صبرنا للنقاس التلاتين خلاص انتظرت مع المشير وخمسين لحد الليلة ثلاثة ستة عقود احنا اصبحك لتجارب اصبر معنا ثلاثة سنوات يا استاذ عبدالواحد وايدك معنا لنبني السودان طبعا اكيد ما معنا اكيد معنا ما دم تزبت انت ما شفش ايضا معنا عشان نقدر نبني السودان ونحن هنمشي معاك وحنكون معاك وحنطالب حنطالب انك تكون معنا لانك انت في حكم عمر البشير طبعا كنت رافض التفاوض تماما ولكن في المرحلة الآن نحن بندعو للسلام بندعو للوحدة بندعو لفعلا نحن محتاجين الآن نجسد كلمة حرية سلام وعدالة على أرض الواقع واكيد ما ستتجسد إلا وكل الحركات المسلحة مع بعض كل الأطياف السودانية بمختلف مسمياتهم بمختلف أديانهم بمختلف أعراقهم وانت كفيل يعني هذا الرأي الساعد الذي سمعته أنا في الخرطوم القبل أكثر من سوداني ايما انت لان في الخرطوم مشيت وقبلت مجتمع بعينه وحدت لك لم أذهب مع أخوة الحرية وتغيري للفاشل وإلا قربما كنت تعرضت إلى مساكل إذا كانت تمشي هل مسألك مشاهد لشرق السودان مشاهد لإنسان الشرق البغض تحت الشجرة هل ما عنده مو يشرب أنا أنتظر أن تعود أنت لدرفوليك مشاهد لزور النازح واللاجف في معسكرات المزوح واللجوء مشاهد لزور الجزيرة في المزرع ما مشاهد للحتاد أنت الحكومة السودانية أو المشهد السياسي السوداني الصنع والحرية والتغيير جاء وعملوا سيناريو أنه أنت تمشي لمن يتوافق مع فكاره لكن ممنوع للإعلام الدولي والمحلي أنه يمشي للمواطنة السودانية أنا أنتقيته مع مجموعات الهابش أنا أنتقيته أنتقيته بشارع بالسودانيين أنا ده بس في بساطة ده رأقول شنو الأستاذة اتكلمت كلام مهم جدا جدا مهم أيوة أنه الأزمة بتاعتنا في السودان في زول نصب نفسه منذ الاستقلال أنه هو البمثل السودان والآخرين دارين شنو عايزين شنو ما أنا مش متمرك لأ من البداية ما جينا جاعتنا إشان نحدد هو أزمة السودان شنو أنت مستعدت الخروج من تمرد أم لا أنا أصلا متمرد لأنه في زول نصب نفسه بدي نفسه حق أنه هو حرية والتغيير خطة لنا حاضر السودان حدد الأزمة حدد الأزمة وحدد الحل وكول له حكومة طيب جايم دي ليه تجيش أن تعمل معي سلام في شنو لو كنا منقبل ده ما عملنا مع البجير بدري هناك من أعلق وانت تحدد بإمكان حكومة حمدوك توصل الاتفاق مع قوى الكفاح المسلح ما عدا تحرير السودان جناح عبدالواحد لأن قضايا حقيقية وقضية شعب بأكمله نعم هذا من يتحدث أحيوه محمد عمر عرجة أبو شمه أحيوه فضلي يا أستاذ عبدالواحد هو طبعا أسا إحنا في مرحلة مفصلية إحنا كل الكلام اللي أنت بتقوله ده ينطبق تماما على حكومة البشير وإحنا متفقين فيها إحنا حاليا وعلى حكومة حمدوك إحنا ما شوفنا حكومة حمدوك إحنا ما نقدر نحكم عليها معارض لحمدوك؟ حمدوك درجو العزيز ليه جدا جدا نو إحنا ما نتكلم عن إطار الشخصي حكومة ليه مشبهة لا لا يا أستاذ عبدالواحد إنت عندك حكم مسبق باعتبار أنت الشخصية بالنسبة لك معروفة إحنا كسودانيين أنا ما عرفة إنت ليه اتضجرت من كلمة معانا بتاعت مواهب دي أستاذ مواهب هي تقصد إنه نحنا المتفقين معانا كل سودانيين المختلف فبالتالي هنكون يعني ده جزء وإنت جزء فلهي لم تقولك معانا باعتباره نحنا المتفقين إجماعة سودانية إجماعة كموافقة على الحكومة المشكحة الحالية نحنا نتكلم بشكل عام يعني نتكلم بشكل عام أسنعيا عندنا ستة شهور أولى هي للسلام الستة شهور الأولى دي المنطاجر سنة النحار فتول حدد له قعت وحدد له لا ما فضل أنا مقعدت يا أستاذ عبدالواحد نتكلم بنظرية المؤامرة نتكلم بنظرية المؤامرة هو الفترة السلام في الحكومة دي هي دي ما ما محددة وضغا لتكتيكات يعني مصالح آخرين أو كده لا هي دي ما عندنا ثلاثة سنين إحنا عندنا ثلاثة سنين عايزين نبني فيها البلد نحاول نصلح فيها الثلاثين سنة هي ليست كافية ولكن هي للترتيب طيب معلش تأزلي نحن أزمتنا في السودان عندما منذ ستة وخمسين بعدما خرج المستعمر في السودان الناس الصفوة دي القاموا الشالو وظائف السودان دي كله وعد الجنوبين أربع الجنوبين فاتوا الغابة في ستة وخمسة وخمسين حسي كمان بشيري اختفى من الساح دي الصفوة وحددوا حددوا الميساق السياسي شنو والدستوري شنو وحددوا أنه في المجلس بتاع السياسة لا بس أرفهم الصفوة الصفوة اللي انت بتكسد خليناك تشتعل معك أنا بديه فرصة كافية لكن بس ما تقعطيني معك أنت من المسجعين اللي ضرورة تتلعب المرأة دورك الصفوة اللي انت قعطيني المرأة خمسين في المئة ويزيد كمان ليش مستطين إن شاء الله مئة المئة نختاروا شعب السوداني لكن أنا مشكلة خلقاتي أن السودان ضي ما ورعتك أنه في ناس اختاروا لأنه الدولة كانت بتعامل معهم مش أعداء ممكن تختلف معهم في الرأي لكن أننا دي أننا الدولة السودانية منذ الاستغلال لو أننا قلنا لا بمشي بتدمروا قواعدنا لما نقول أنا أنا بتتكلم عن عامة الشعب ذول الشرك بيعملوا بنفس الطريقة ذول دارفور بيعملوا ذول القردوفان بيعملوا بجبال النوبة ذول النيل الأزرق ذول الشمال الأقصى لكن في صفوة محددين دي للدولة بتعامل مع مشاكلة عادي جدا يخش في الدولة مع مناظرة أو يبدأ معهم الحراق سوا الدولة دي ما قلت لك ناس الصفوة دفاتوا حددوا من جلس السيادة وافقوا مع العسكرين يخل الشعب السوداني انطفت دارين مدنية 100% هم خلوا كلام الشعب السوداني وفاتوا يتقسموا مع العسكرين وعملوا مدنية 45% و55% عملوا عسكرين ضدت إرادة الشعب ثانيا الشعب نحن ما عندنا دولة مؤسسة لعندنا مؤسسات قومية عسكرية لعندنا مؤسسات اتصادية لعندنا مؤسسات تعليمية تقصد ماذا المجلس السيادة؟ المجلس السيادة دا شنو هو مينو العينو العسكر قام المدنيين عدد المدنيين أكبر يا أستاذ عبدالواحد عدد المدنيين أكبر أمسة زايد واحد والواحد دا مينو اتوافقوا عليها العسكرين والمدنيين أيوما والعسكرين هم من أصحاب السلطة عندهم السلاع والزخيرة وهم من عندهم الفيتو فبيجيبوا على المدني اللي هم بمشي على خطهم فإذا دا الحكومة المدنية دي الآن هي عبارة عن موظفين في يد المجلس العسكري أي مجلس البشير الأمني وبعمله ذا ما أدارينه إني سؤال يا أخي الآن البشير وطمرته مطلوبين في محكمة الجنايات الدولية كده ما يمسقهم يسلمون إتنين يا أخي في معسكرات بتنازع في ملايين من الناس في دارفور في جبل النوب للأزرق البشير طرد المنظمات ما يفتحوا الإغاثة طيب يا أخي ما يقدم بشير زول كتل ناس من 56 بقتل من 83 بقتل بس السودانيين إيجاب لنا مناورات يعني هذا الزات بشير دا مشكلة أنه شار كم مليون أزره تساقط شار كم مليون معلش يا أستاذ عبدالواحي نحن عشان ذاته نجي نحل جزور المشكلة وعشان نقعد مع بعض ما لازم أنا أجاقعد معك أنت وأعرف جزور المشكلة عشان نقدر نوصل لتوافق ولحل جزري لمشكلة السودان حول طاولة المفاوضات حول أنه أنت تتحدث بصوت أهل دارفور أو بصوت الفور على وجه التحديد فلذلك يا أستاذ عبدالواحي لو ما جينا عرفنا أنه أنت ما لازم تقعد كمان مع الناس وتعرف أنه وجه المشكلة ممكن أنت تحكم على حكومة بأنه يا دوبك ما كملت الشهر وحشان نجي نقول أنه مثلا حكومة هي إن حازت لمحزة عمر البشير حكومة لم ترتكب جرائم حكومة لم تخوط في حرب وإنما خاضت في اتجاه السلام نحن دائما نقول نبعث الأمل للشعب السوداني أول شعار الحكومة لما كان كل الشعب السوداني يقول لعمر البشير يا عنصر ومغرور كل البلد دارفور نحن تواجعنا نفس الوجع الذي ضاقوها أهلنا في دارفور تواجعناها معهم نحن نفس الوجع اللي كان الأمهات بتبكيه نحن في داخل القرطوم أو في ولاية الجزيرة أو في كل أنحاء السودان أو حتى في دول المهجر نفس البكية اللي كانت بتبكي هناك الأم نحن كنا بنفس الصرخة بنفس الدموع فالشعب السوداني الآن في مرحلة بتاعة التكاتف بتاعة وحدة بتاعة سلام عشان نحقق كل الحاجات دي لازم نقعد مع بعض أي نعم أنك عندك طرحك فالناس عشان تسمع طرحك وعشان الشارع يتفهم لطرحك يبقى لازم أنت تقعد مع الناس ونحن ذاته واحتمال اليوم من الأيام نحزو معك في الطرح بتاعك ليه لا؟ طيب انظر إلى هذا السؤال لك لماذا لا يعجبني العجب ولا الصيام في الرجب؟ لأنه كيف يعجبني العجب؟ كيف يعجبني العجب؟ وكيف يعجبني الصيام في الرجب؟ سؤال مشاهد إذا كان إنا إسما حركة جيش تحرير السودان والأستاذة بتقول لي نسمع رايك في دارفور وفي الفور فور نعم يا خلالي قول السودان وهو بصدر يسميني دارفور والفور لا أنا قلت لك أنت أستاذ أستاذ لو سمحت أنا قلت للإنت أنت تتحدث بصوتهم ادا بتتحدث بصوتهم أنت في البداية قلت نعم بتتحدث بإسم الفور أنت قبل في البداية قلتаюсь ممكن أن يكون من الصلاطين يحكم من كذا ممكن يحكم ما ضروري أن يكون حكومة أنت حتى قبل قلت إلى الـ خلينا نعرف هو يصوم في رجب ولله الأزمة في السودان أنه في صفوة نصب نفسهم أنهم الناس اللي يتكلموا عن القومية السودانية وفي عامة الشعب إذا طرحتك أتى لو كنت النبي منذل من السماع أنت بصنفوك أنت بتقى ذياس اللغة العزيزة قال لي دارفور وفور بينما نحن اسمنا حركة جيش تحرير السودان ما حركة جيش تحرير دارفور ولا تحرير الفور فأنا ما عرف الكلام دي هجابته من وين لكن تعال الأزمة بتاعتنا أنت أنا ما أقعطاتك أنا أصلي ما أقعطاتك نعم تفضل يعني من أدب الحديث حسن الاستماع كمان يعني أنا ما استمعت لك جيدا طيب في السودان حسي في ناس سموا نفوسهم قوة الحرية والتغيير فتفصلوا لنا حاضر ومستقبل الدولة وبعد كده باجوا بتطالبوا مننا حركات مسلح زي استفادة في جوبا وزي حسي كمان الليلة لنا أنت الخارجية الفرنسية ضربة لي أنه في حمداء ولا في مينو الطريقة دي لو كنا نقبلها كان قبلنا مع البشير أن إحنا أزمتنا دارين كلنا كسودانين نقعدهم نحددهم أزمتنا داشنوا من 56 ثم بعد ذلك نحدد الحل كلنا بالتساوي في دولة المواطنة ثم بعد ذلك ننشي حكومة انتقالية من ناس مستقلين مشهود لهم بمعارضتهم لنظامهم الإنغاز بتالتزان ده ده هو الحل الوحيد الحكومة ده مهمة بعد كده يكون يجيب سلام يجيب النساء والشباب والعدم الخط كل مشاكلنا الاقتصادية السياسية الحكومة دي تجيب تحلها في حزمة واحدة كلامك هذا يعني إعادة النظر في اتفاق 17 من أغسل طبعا ده كلام فارق ده مش فارق حضور لفارقة في حضور رئيس الوزراء شون رئيس الوزراء أعينوا منه؟ أعينوا قوى الحرية والتغيير ومعنوين بقيادة الشعب السوداني لا رئيس الوزراء لثيوبي الاتحاد الافريقي طيب مشكلاتنا قلوا بذل وجهد يا أخي اتحاد الافريقي مشكلاتنا مع اتحاد الافريقي مشكلاتنا سودانيين اتحاد الافريقي ده بجي ولكن اتفاق رعته العديد من المنظرات الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة والدنيا ده كله بجي معنا احنا اتفاقنا عليه وانه يبصم لنا لك ما بجي بفرض لنا ما السي بي ايه جا كولين باول وجا رئيس الوزراء بتادي وينه السي بي ايه؟ اتفاقية بتاع ابويا جا مساعد وزير خارجيات امريكا ودول ال انا كنت قاعد والرئيس وضع اختلف ما في اي اختلاف اوكي 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 بدون فزاكة تاريخية يعني كلنا عارفين واقع السودان طبعا بدون تاريخ ما في حاضر نو نو انا بس اتكلم طبعا ما في اكيد لو ما في تاريخ ما في حاضر لكن انا لما دايرة اتكلم وقفت معك في نقطة انك انت قلت السودانيين ما راضين عن الاتفاق الحاصل مثلا دا في مجمع كلامك الحصل انه لما بدى الحراق دا واعلن تجمع المهنيين عن غياته للحراق وبعديها حصلت الوسيغة اللي اتفق عليها غالبية من المكونات وكونوا الميساق البيموجبو اصبحت قوى الحرية والتغيير هي الممثل للثورة السودانية باعتبار انهم حتى قوى الحرية والتغيير كان لها الدور يعني كمكونات وكأفراد دا كلهم وصلوا لانه يكون في اتفاق انا ما يعني فعلا انت قلت استشهدت باتفاقات ابو وجاء جد الإطاري كل الاتفاقية السابقة دي الاختلاف كان انه دي مع الحكومة وحركات لا الصحة حاليا الاتفاق دا مع الشعب السوداني الممثل قوى الحرية والتغيير طيلة السبع شهور دي كانت يجمع المهنيين بيصدر المواكب التوغيط المظاهرات الشرعي للسودانين داخل السودان وبيت وتم انه وصلوا للوصيغة دي وللأس حاليا اخر ما فيها التشكيل الوزاري حتى التشكيل الوزاري فيه وزراء يعني اتعرضوا للاحتغال اتعرضوا للتشريد اتعرضوا للتعزيب من قبل جهاز الأمن السوداني ما بنقدر نقول انهم هم متفغين مع النظام السابق او في اي خط صلة اتداء من رئيس الوزراء لحد كل الوزراء المنتخبين بما فيهم حتى داخل المجلس السيادي مواهب هناك من يسألك هل تتفقين معي بان حكومة حمدوك هي بداية تدشيل لمركزية جديدة في السودان سوف تقود الشعب مرة اخرى ثلاثين سنة انا لا اتفق معه الاستاذ لان حكومة حمدوك هي نحن زي ما بقوله عبينا بنزين ثلاثين سنة عشان الان عجلة التنمية والاعمار والبنية التحتية والسلام بأكد على عملية السلام لانه من غير السلام لا يكون هناك اختصاد لا يكون هناك بنية تحتية ولا يكون هناك اصلا دولة من اساسه تقصدين عنتي على مستوى الترتيب نبدأ بالسلام قبل الاقتصاد قبل التنمية نبدأ بالسلام يسير الاثنين في خط متوازي لان الوضع الاقتصادي صعب لان الوضع الاقتصادي صعب لان اصلا السلام في ناس ما ممكن انت تجهل الناس من عملية السلام وتجي تقول انا الان جبت حكومة نحن في ثلاثة حاجات ليهما الأولوية الاقتصاد السلامة الاقتصاد العدالة دي ما لم تحقق على أرض الواقع يعتبر حكومة حمدوك فاشلة 500% أستاذ جليل ردار وأريد أن أسألك وأقول لك ما سمعت لأننا يبدو أن نتحدث بصراحة خلال المناقشات والمفاوضات التي حصلت مع عدد من الحركات المسلحة هناك حركات مسلحة لا تحدث عن حركتك طلبت بأن تشارك وأن تكون طرفا في الحكومة ولكن الرفض جاء باعتبار أن الحكومة يجب أن تكون مدنية دون سلاح وانت تعرف ذلك قبل هذا أولا الدعاية بتاعة السورة ومعارفة تجمع المهني السورة دي سورة تراغمية أننا في حركة تحرير السودان قالوا أني حارب النظام ده 18 سنة من 2007 أنا بجيك في الاستيديو هنا موقفنا واضح موقفنا الثابت ده ده ركعت النظام خل النظام ماله اللي عنده ده كله الوعد السودانيين بأنه بعمل لهم جنة الخلافة في الأرض أننا حولنا الميذانيات بتاعتهم إلى حربنا بمليارات الدولارات سنويا وأقعتناهم وفشلناهم اقتصاديا في من الشعب السوداني الشعب السوداني دفع ثمن الحكومة دفع ثمن الحكومة دفع ثمن كان نخلو الكيذان يحكموهم زي ما أنتوا أصغطوا الكيذان أصغطوا ما الشعب السوداني أصغطوا ما الشعب السوداني الثورة التراكمية لو أننا لو أننا ما حولنا ميذانية النظام بتاعت الكيذان ده لما يمتو يا سيد الواحد إذا ميذانيات ما حولنا إلى ميذانية الحرب ما كان هيكون في جوع ما هيكون في انتبادة الحكومة دي ما مشكلة حرب بس الحكومة مشكلة فسادة الحكومة مشكلة مصالح خارجية إنت أتكلمي أنا ما أقعطاتك إنتي هل أنت دربوكم على سرط تقاطعني يعني أنا ما أقعطاتك أنا ما أقعطاتك أنا ما أقعطاتك من أدب الاختلاف أنه أنت تستمع لي أنا كلامك اللي أنت تتكلمه ده واحد ما أقعطاتك أنا مشهور لي من مقاطع هالدور ده ما أقعطاتك هالدور ده أقعناك طيب أشقو الشنو أنه إذان الثورة هذه ثورة تراكمية دفعوا نفس الشرك ثمنه دفعوا كل أطراف السودان وعامة الشعب السوداني التمن حتى بعدين جاء مرحلة بتاع ديسمبر اللي هو كل الشعب السوداني طلعوا تجمع المهنيين هو كان فقط نظم جداول بتاع المظاهرات مظاهرات لكن الشعب اللي كان في الشارع في كل أنحاء السودان إذن ما القوة الحرية والتغيير ده أغلبية مساحقة كان الوقت ده بتفاوضوا مع النظام في أديس أبابة بل وجوه نبزوا المظاهرين وسموهم دخان مرحل صح ما في داية للحاجات دي إذن إذن الجماعة ديل إذن ما تجي تقول له قوة الحرية والتغيير سمعت هذا الكلام؟ الحاجة الأهمة من ده كله السورة ده وقود بتاعته أكثر نات الشباب أها صحيح والنساء مفروض على الأقل أين الشباب والنساء؟ مفروض نجيبوا الشباب والنساء إذا كان النساء ليختارهم دي القوة الحرية والتغيير إذا كان الاختيار للنساء فيجب أول حاجة أنه الناس يمشوا النساء يختاروا بطريقتهم ما يختاروا لهم وإذا كان الشباب ما في ذن يسميلينا الشاب ده بنمسة للشباب لا الشباب هم من يختاروا بس عندكم الآن في السودان كوندوليس رايس عندكم فشفت يا أستاذ الجليل يعني عندكم وزير خارجي الشعب السوداني انطفق أنه ده حكومة مدنية إنت من أنت قوة الحرية والتغيير أنك تقطع الطريق للشعب السوداني وتقولهم لا أنا بتفاوض مع العسكريين ونعملوا حكومة بخمسة خمسة إذا الكلام ده صحيح إذا الكلام ده صحيح أنا بتحدهم من منبرك ده هل يودوا حكومتهم ده للاستفتاء للشعب السوداني ما الشعب السوداني هو الانطفق إذا كلام ده صحيح إذا كلام ده صحيح دائما هم بيقولون الدوم تفويض الشعب يرجوا الحكومة ده للشعب هل الشعب السوداني قابل للحكومة حدثت عن الاستفتاء وخرجوا وراق البشير وهل الشعب السوداني قابلين أن العساكر يكونوا في السلطة؟ إذا الشعب السوداني قرر كده هو بدأ الحديث في السودان عن المدة الانتقالية وهناك من يقول ثلاث سنوات أو أكثر من ثلاث سنوات صعب نستمع لما قالته في حوار رجانيكولا عيسى عبد المسيح حول مدة الفترة الانتقالية ثلاث سنوات كثيرا وقت قصير شايفا كثيرا مش من المعيدين تقليصة لكن أنا شايفا أن أتحمل مسؤولية ثلاث سنين كثيرا بالنسبة لي أنه أنا عايزة أكون قدر الثقة الوضعت علي ثقة الشعب السوداني عموما ثقة الشعب السوداني المسيحين خاصة ونستمع لما قالته عيشة موسى وهي أيضا عضو في المجلس السيادي حول دور المجلس السيادي وحول قضية المحاسبة دور المجلس السيادي كيف سيكون بعد تشكيل الحكومة المجلس السيادي يقوم بكل الأعمال ولكن دوره في الواقع هو كأنه اعتماد لما يحدث في المجلس التنفيذي كل شيء ينجز في المرحلة الأولى في المجلس التنفيذي ويعتمد من المجلس السيادي وطبعا عملية السلام مشتركة أنت مع المحاسبة أم مع المصالحة؟ أنا ما قبلانا قصتين كتلتين كتلة عسكرية وكتلة مدنية من أخطأ يجب أن يحاسب والقضاء يلعب دوره بالعدل لأننا نحن حرية سلام وعدالة وسنلتزم نلتزم بهذه الثلاث خطوات وماذا قال فيصل محمد صالح الذي عين مباشرة بعد النقاش في الخرطوم وزيرا للثقافة والإعلام حول إشكالات تقاسم الأدوار بين المدنيين والعسكر في المجلس السيادي بالتأكيد ستحدث إشكالات هذا طبيعية ولكن دعني أقول أنه التقاسم موجود في المجلس السيادي فقط في الحكومة غير موجود في وزيرين العسكرية لكن أعضاها في المجلس الوزراء وفي البرلمان غير موجود وبالتالي هذا التقاسم موجود على مستوى المجلس السيادي كما ذكرت هو يمكن حدوث تناسق وتجانس بينهما بشيئين بطول المدة الزمنية وبالقدر على أنه يعالجوا القضايا الخلافية الموجودة فترة الثلاث سنوات هي فترة الثلاث سنوات كان فيه اختيار لفترات مختلفة توافق كلهم على فترة الثلاث سنوات باحتبار أنها تكون مرحلة لبداية الأحزاب كي تنظم نفسها لعملات الانتخابات كي تتم العالج والأحزاب جاهزة لذلك؟ لاست جاهزة بالطبع لأنه 30 سنة من القمع ليس هناك أي حزب مع حزب المؤتمر الوطني كان له أي نفوذ أنت مع حل مع حزب المؤتمر الوطني؟ أنا طبعا مع حل حزب المؤتمر الوطني لا يندرش فطار الإقصاء هذا؟ لا لا يندرش فطار الإقصاء لأن حزب المؤتمر الوطني هو اليد الباطشة للحكومة وكلهم أنا ما بقدر أستثني عضو